السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ونحمد ربنا على كل حال بصي نظافة بيتك ومطبخك أهم من أي حاجة تعمدت إن أنا ألاقي فرصة ويكون الحود بتاعي بالطريقة دي يعني خلقت الفرصة كمان وساعدت نفسي إن الفرصة تتخلق عشان خاطر أشرح لكل بنت أو لكل ست لست متجاوزة جديدة بتعاني من نظافة الحود لما يكون فيه دهون بالطريقة دي أنا بص عاملت زي الحود؟ أنا بوريك والله أنا خلقت الفرصة علشانك مش عايزين تبقى بيوتنا فيها حاجة وحشة أو مشاكل أهم حاجة وأول حاجة تعمليها إيه؟ افتح الميا السخنة من السخان إفريدي أنت مش مش مشغلة السخان أو ما عندك السخان سخاني شوية ميا سخنة ونزلي الأول على الحود على الحود كله هنا عندك الصفاية بتاعت الحود بصوا أنا مكان الموعين نزلت فيها مثلا رز نزلت فيها التفل بتاع الشاي نزلت فيها أي باقي باقي طبيق مش إشكال مع الميا السخنة كل حاجة حدبوش كل حاجة حدوب الدهون دي حدوب خالص بصوا أهي وبعدين ما تقرى فيش من حودك ده أكلك باقي أكلك اللي في الإطباء الصح أني أنت تفضي باقي الأكل ديه في الباسكت قبل ما تحطيها في الحود بس أنا تعمت أني أخلق الفرصة دي عشان خاطر أوريك كل حاجة على الطبيعة هتفتح الميا السخنة أنا عندي السخان شغال افتح الميا السخنة خلي بالكو أنا متحملة يعني ضغط الميا السخنة جامد جدا وسخنيتها على إيدي عشان خاطر أوريك لما تحط إيديك تحت الميا السخنة حتى الدهون اللي في إيديكي حدوب أو حد تنزل خالص بصي ركزي معي أهي أدي الميا السخنة أهي يمسكي كوباية ولا يمسكي أي حاجة أو يمسكي العلبة ونطوري الميا السخنة على الحود كله على الدهون كله بص دلوقتي حتشوفي بعينيك أهم حاجة يا جماعة لكل بنت ولكل ست صغيرة دخلها عروسة جديدة لسه نضافة مطبخك نضافة حودك ومطبخك احنا النهاردة هنتكلم عن الحود بس وقت تاني هنتكلم على الرخامة وقت تاني هنتكلم على حاجات كتير لعلمكم الأخطاء اللي بنتي بتشتكل منها أنا عندي بنوطة الأخطاء اللي بنتي بتشتكل منها أنا هعملها لكم علشان خاطر أنتوا تكونوا ملمين يعني عندكم إلمام وملمين بكل حاجة بصي الحود بعد ما فتحت عليه الميا السخنة عامل إزاي أنا بس الأول بفكرك بالاشتراك في القناة وتفعلك جرس هقولك بقى يا ستي بعد ما نزلنا الحود كله وعملنا بالميا السخنة أبسط الحلول عندك خلد مش هقولك حطي كلور مش هقولك حطي ملحي لمون مش هقولك كلفي نفسك مش هقولك حطي كربونات السوديوم شوية خل أظن كلنا عندنا خل ما هي مش كل عروسة وكل بنوطة لو ما عندهاش خل في بيتها تبقى يعني معلش يعني تبقى مش نوجيفة خالص عندنا الخل شوية خل زي أنا ما حطيت كده ومسيك السلكة بتاعت الحود لكل حاجة سلكة لنضافة الحود سلكة مواعين وللمواعين سلكة الوحدة طبعا المفروض كده لنضافة الأحواض سلكة الوحدة نضافة حود الحمام السلكة بتاعته غير السلكة اللي بتاعت حود المطبخ حود المطبخ بيتحط فيه إطباء وكبيات ومعالق وحاجات زي كده فدي الوحدة حاجة ودي الوحدة حاجة بعد ما حطيت الخل بصه مساكت سلكة المواعين بتاعت الحود المطبخ وخليته زي الفل أهو أنا بوريكي مسيكي بقى الصفاية بتاعتك كده ودعكيها بالخل أنا بديكي أبسط الحلول ما تكلفيش نفسك يا ستي ولا كلور ولا 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 عندك شوية خلصوا بيهم كده ودلوقتي حوريكي الحود من قريب بعد ما اشتفه مش محتاج شاطف لكن أنا حوريكي الحود من قريب بصي فتحت كده بقى الحود اللي كان مزدود قدامك المية السخنة والخل هيسلكوه خالص المية السخنة هتدوه بالدوون خالص اللي كانت سدى الحود وبعد ما طلعت اللي في الصفاية ورميته في الباسكت بصي مسيكي بقى كده المية ونطوريها على الحود بتاعك هتشم ريحة حلوة هترتاحي نفسيا هترتاحي نفسيا جدا بص الحود عامل إزاي استني حوريكي وهفتح لك المية بص المية الحود دلوقتي الصفاية شغالة مفيش أي حاجة وقفة مفيش مية مترقمة مفيش أي حاجة سدى الحود بتاعك علشان المية السخنة ضوبوا كل حاجة والخل زبط كل حاجة ونطف كل حاجة بصي بقى من قريب تعالي وريكي الحود من قريب بس الأول حوريكي حاجة لو أنت يا ستة أرفانة تعملي بأيديكي أو تستخدمي السلكة يا ستة عندك الفرشة دي الفرش ده قبل كده أعملت معاكو فيديو بي التلاتة في أكياس بتجيبهم بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه بس صدقيني يديكي هي أنضف حاجة يديكي اللي ربنا خلق هالك دي اللي أنت هتتحذب بيها دي هي اللي هتخلي لك الدنيا زي الفل بسلكة الموعين بتاعتك وروائي ونطفي وعطري مطبخك كده بالخل بلاش أي تكلفة يا ستة الخل أبسط الأمور الخل بصوا الدنيا عاملة إزاي بصوا الحودة عاملة إزاي كان مجدود اتسلك كان كل حاجة بي فيه مدهننا اتزبط بصوا الحودة عاملة إزاي بشوية الخل وبسلكة الألمونيا نضفي مطبخك ما تخليش مشاكل بينك وبين جوزك في حياتك ونضفتك ركزي اشتركي في القناة سلام